يواصل مركز الفحص الإضافي للفحص بالمركبات في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفاب الصخير استقبال كافة أفراد المجتمع لأخذ العينات المختبرية وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية للفحوصات وضمان تعزيز مسارات التعامل المختلفة نحو التصدي لجائحة كورونا في إطار الخطة الوطنية لكبح انتشار فيروس كورونا واستحداث وتطوير مراكز تقديم الخدمة للكل من مختلف مناطق المملكة افتتح مركز الفحص بمنطقة الرفاب الصخير وذلك في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لتسهيل عملية الفحص وجدولتها ورفع الطاقة الاستيعابية للفحوصات المختبرية بما يضمن تعزيز مسارات التعامل المختلفة نحو التصدي لفايروس كورونا هذا المركز المتكامل والذي يدار من قبل كوادر وطنية جاء لتوسيع نطاق الفحوصات الوطنية حيث يحتوي على العديد من القاعات لاستغبال المركبات للمسح وأخذ العينات وقد تم تجهيزه وفق أعلى المستويات العالمية وأفضل المواصفات والمعايير الطبية مملكة البحرين وفرت منذ ظهور أول حالة لفايروس كورونا كافة الموارد والطاقات الهادفة إلى ضمان صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين دون استثناء مع تأكيدها على وجوب المجتمع مواصلتهم بمساندة الكوادر الوطنية المخلصة التي تعمل ليلا ونهارا والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع تحقيقا لكافة الأهداف المرجوة التي وضعت للقضاء على هذه الجائحة هذه هي إحدى المواقع التي وفرتها مملكة البحرين للفحص عن طريق المركبات لتسهيل عملية الفحص التي تدار من قبل كوادر بحرينية بلا كلل ولا ملل طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين